كشفت مصادر مطلعة أن زينب العدوى رئيسة المجلس الأعلى للحسادات تعد منظومة قانونية جديدة للمجلس لكي تتقوى أدواره واختصاصاته في مواجهة الفساد والتلاعب بالمال العام وتضارب المصالح وأضافت المصادر ذاتها أن العدوى أصبحت مقتنعة بأن الطريقة الكلاسيكية التي يتم بها إعداد التصاريح بالممتلكات من لدى الوزراء والبرلمانيين والقضاة وكبار المسؤولين المعنيين والمنتخبين وذويهم من الأصول والفروع مضيفة أن العدوى تتجه إلى إعداد تصاريح إلكترونية يتم افتحاصها بشكل دوري بدل التصاريح الورقية التي لا يتم فتحها والاطلاع على كثير منها طيلة ولاية كاملة بسبب قلة الموارد البشرية